الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائل هماحكم متابعة المرأة للرجال في برامج التواصل وخصوصا إذا كانوا لا يتكلمون إلا في أمور السياحة أو المطاعم أو نحو ذلك الحمد لله لو أن المرأة تركت ذلك لكان أولى لأن هذه المتابعة وإن لم يكن فيها خلوة والاختلاط إلا أنها متابعة لا تنفع في دين ولا دنيا ولربما تجر إلى ما بعدها فالذي أرى والله أعلم أن المرأة إذا تكلفت افتتاح حساب في التويتر وأرادت أن تتابع أحدا فلا تتابع إلا من ينفعها في دينها ودنياها أن ينفعها في دينها بالنصح والوعظ والتذكير أو ينفعها في أمر دنياها بتنبيهها على بعض الأخطاء التي تقع منها أو بعض النصائح الصحية أو بعض النصائح الاجتماعية التي ينتفع بها الإنسان في دنياه وأما أن تتكلف المرأة متابعة أحد إنما يخبرها بأنواع المطاعم وأنواع الطرقات وأنواع الأشجار وغيرها من الأمور فإن هذا من تضيع الوقت الذي لا ينبغي فلو لا أقول حراما وإنما أقول فلو أن المرأة تركت متابعة الرجال في هذا الأمر الذي لا ينفعها لا في دين ولا دنيا لكان هو الأولى لكان هو الأولى وإذا أرادت أن تتابع فلتتابع من ينفعها في النصائح والوعظ والتوجيه والتذكير والتنبيه وأمرها بالمعروف والتعاون على البر والتقوى فهذا أولى بما أنها ستتكلف متابعة أحد والله أعلم